موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن ما ظهر بوضوح بأنها مباركة فرنسية للدستور أو دستور العرابة الذي أنجزه أحمد العرابة وباركه الرئيس عبد المسجد تبول وسيجري الاستفتاء عليه في الفاتح من نغمبر 2020 لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر حول الدستور الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن شعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نغمبر على مشروع تأديل الدستور الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاخترام الكامل لسيادته فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاخترام الكامل لسيادته استمعتم إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي والذي قال بأن فرنسا تتمنى النجاح لهذا البلد الصديق ومع الاحترام الكامل لسيادته عندما نستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي التي جاءت في الزيارة الثالثة الزيارة الأولى كانت في شهر جونفي 2020 بعد ذلك في مارس 2020 والآن في أكتوبر 2020 وهي سابقة لم تحدث حتى وزراء الخارجية في أوروبا لا يزوروا الدول الأوروبية الأخرى بهذه الطريقة زيارة أنا لا أريد أن أعتبرها مثل هناك من يعتبرها زيارة إملاءات هناك من يعتبرها لا يمكن أن نطلق الأمور على عواهنها هذه الزيارة توحي أولا إلى عمق الملفات الشائكة بين البلدين أمر الثاني توحي إلى مدى الرهان الفرنسي على الجزائر وأن هذا الفردوس المفقود لا يمكن الاستغناء عنه أبدا والأمر الثالث على أن هناك اندلعت أزمة عميقة وكادت أن تعصف بهذه العلاقات وظهر ذلك واضحا من خلال تأخر الرئيس الفرنسي ماكرون في تهنئة فوز عبد المجيد تبون في انتخابه 12 ديسمبر 2019 وأيضا رد عبد المجيد تبون عليه وكان ذلك في 13-12-2019 فاستمعوا إلى رد عبد المجيد تبون الذي يكشف عن عمق الأزمة بين البلدين فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش هو حر يسوق البضاء على اللي يحب في بلاده وننتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا الشعب الجزائري كما استمعتم أن الرد والحركات الجسدية للرئيس أنه عقد أن ذاك ندوى بمناسبة إعلان فوزه في الانتخابات وذلك الرد لما ماكرون صرح بأنه تلقى وأنه سجل نقطة على حول ما تلقى خبر ما حدث في الجزائر وتكلم بلغة كأن الجزائر ولاية فرنسية تلقى خبر وسجلها ولم يعبر في ذلك الوقت ما يوحي إلى أن هناك احترام لسيادة هذا البلد ولا لخيارات هذا الشعب بل أن نتحدث في أمور أخرى تتعلق بمطالب الجزائريين والحراك الشعبي وما إلى ذلك المهم ليس هذا البعض يتساءل ما هو سبب هذه الأزمة التي كانت واقعة بين الجزائر وفرنسا بلا أدنى شك أن الأزمة اندلعت مع بداية الحراك الشعبي ومع خيارات المؤسسة العسكرية ومع ما اتخذ من قرارات من طرف المؤسسة العسكرية التي انحازت إلى الشعب البعض يتحدث على أن تلك الخيارات أغضبت فرنسا وأنهت ما سميت باتفاقية فالدوغراس التي كانت تلك الاتفاقية عقدت هنا في فرنسا بين الجزائر السلطات الحاكمة أنذاك في الجزائر وبين دوائر فرنسية وكان الرهان على استمرار عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم إلى غاية رحيله بل أن فرنسا كانت تحضر أن تكون هي التي تتحكم في البديل بل أنه لا يمكن أن يكون هناك بديل بوتفليقة من دون دوائر أو فرنسية أو موافقة من الإليزي أو طبخة أيضا من دوائر الإليزي هذا المعروف والمتعارف عليه فاتفاقية فالدوغراس كانت اتفاقية هي للهيمنة على السيادة الجزائرية ومصادرتها من الجزائريين وتحويلها إلى قرار في الدوائر الفرنسية عندما حدث ذلك الأمر جماعة توفيق والسعيد وكذا حدث أن تواصلوا مع دوائر فرنسية وأرادوا أن يحضروا الحل بالتعاون مع فرنسا هذه حقيقة لا ينكرها بل ذلك أنه تم حتى سجن ضابط الضابط الذي كان مسؤول الأمن العسكري عميرات الذي كان مسؤول المخابرات الجزائرية في الصفارة الجزائرية بسبب لقاءات لم يتم التبليغ عنها وما إلى ذلك من هذه الأمور لذلك حدثت هناك أزمة هناك الجيد صالح في تلك الفطرة غرد خارج سرب فرنسا ورفع من حتى صارت تتحدث بعض المعلومات أن دوائر فرنسية حاولت أن تتواصل من قيادة الأركان ومع الجيد صالح شخصيا ورفض رفضا قاطعا هذه المعلومات التي وصلتني من دوائر مقربة من الجيد صالح هل الرئيس تابون كان يعادي فرنسا؟ أنا من خلال مسيرته رئيس تابون لم يكن معاديا لفرنسا ولا هو نوفمبر كما يجري الترويج له بل أنه التق كان من سبب عزله من بين الأسباب التي أدت إلى عزله من رئاسة الحكومة أنا ذاك أو كوزير أول بسبب لقاء عقده هنا في فرنسا مع ناظره الفرنسي خارج الدوائر الرسمية وهو الذي ما شكل استفساز أزل للسلطات أنا ذاك واعتبروا بل هناك من اعتبر أن تلك المحاولة تدخل في محاولات كسب التأييد لتابون أنه يكسب التأييد من دوائر فرنسية ليكون البديل لبوتفريقة أو ربما يحضر نفسه ليكون هو بدل العهداء الخامسة كالكثير من القراءات حدثت في هذا الموضوع ولكن المؤكد أن تابون لم تكن لديه أي عداء ولا أزمة علاقات مع فرنسا حتى يكون وصوله إلى الحكم الحكم يشكل ضربة لمصالح الفرنسية أو ضربة إلى فالدوغراس أو اتفاقية فالدوغراس الذي كان هو السبب الرئيس في الأزمة ما بين فرنسا والجزائر هو القايد صالح القايد صالح اتخذ تدابير خارج غرد بالمصطلح الواضح والذي لبس فيه أنه غرد خارج السرب المتعارف عليه وهو تغريد دائما في إطار السرب الفرنسي حيث أن الجزائر على مدار حكم بوتفريقة أو حتى في مراحل معينة إلى حد ما ولكن خاصة في عهد بوتفريقة كانت لا تتخذ أي خطوات ولا أي شيء من دون موافقة من الإليزي ولذلك راحظنا حتى دورها في ليبيا ليبيا في عهد القذافي عندما تحرك الشارع وعندما تدخلت فرنسا كان موقف خائب بمعنى الكلمة تحججت الجزائر أنذاك بأنها دولة لا تتدخل في شؤون الدول ولكنها وقفت موقفا سلبيا لو كانت الجزائر أنذاك لا تغرد خارج السرب فرنسا لو وقفت ضد التدخل الفرنسي لأن كل ما حدث هو تدخل فرنسي وقد كشفت إيميلات هيلاري كلينتون قضايا الذهب والأموال والثروات التي أرادت فرنسا في عهد ساركوزي السيطرة عليها نعود إلى هذا الأمر إذن السبب الأزمة هي العلاقات هي القرارات التي اتخذها القايد صالح أنذاك لم تعجب فرنسا لأنها اتخذت بعيدا عن السرب الفرنسي بقرارات لم تشاور فيها فرنسا لأن فرنسا كانت تريد استمرار وبعد ذلك أيضا انحازت لحد ما بما سمي بالمجلس الرئاسي ويكون بديل مثل هذه الأمور التي كانت تحضر لها عصابة بوتفلقة ولكن أجهضها القايد هناك نقطة البعض يتحدث يقول لك أن القايد صالح هو الذي أرسل تبون في ذلك الوقت وكذا كلها هذه كلام لم تثبت عليها معلومة أرسل تبون إلى فرنسا ليلتقي مع الفرنسيين وأن القايد صالح كان يريد أن يحضر تبون كبديل هذه كلها قراءات لا توجد عليها إثباتات ومجرد تحليلات غير واقعية وغير مؤسسة وغير مؤكدة إذن إخواني الكرام أقول أنه حتى خطاب تبون في تلك الفطرة كان في حملته الانتخابية لنكون صراحة نتحدث بصراحة وبوضوح حتى حملته الانتخابية لم تكن حملة بمعنى الكلمة كان متردد ولا يريد أن يعبر عن قناعاته لأن لم يكن له تنسيق مع القايد صالح القايد صالح لم يكن يرسل له ماذا يريد فقط هو كان يريد في ذلك الوقت أن لا يطرق الأبواب أو النقاط الحمراء أو الخطوط الحمراء حتى يقع تحت طائرة غضب المؤسسة العسكرية التي كانت في ذلك الوقت تكفلت بقيام بدورها في إطار إنقاذ الجزائر من العهد الخامسة والذهاب بها إلى مصار معين لضمان استقرارها وأمنها هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعلمها بعيدا عن المهاترات وبعيدا عن ضرب خط الرمل لكن حتى شفت الندوة الصحفية التي عقدها الجيد تبون عبد المجيد تبون كيف رفع من صقف كلامه ضد فرنسا حتى في خطابه الذي أداه بعد أداء القسم الذي قدمه للشعب كيف كانت لغة تبون غير اللغة التي هي الآن موجودة لأنه كان في ذلك الوقت الجيد صالح وكان الرئيس تبون يدرك أن الجيد صالح والمؤسسة العسكرية ليس لها أي ارتباط بالدوائر الفرنسية بل أن هناك أزمة كان يعلمها لذلك رفع من صقف كلامه ضد فرنسا وضد الرئيس الفرنسي ماكرون وما إلى ذلك ولكن بعد رحيل الجيد صالح بدأت الأمور تتجه نحو اتجاه آخر الزيارة الأولى للوزير الخارجي الفرنسي كانت في جونفي بعد ذلك وحدثت تواصل الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الجزائري تبون حدثت عدة مرات الكل توحي بأن الجزائر بدأت تتخلص من تركة الجيد صالح المتمثلة في أزمة العلاقات مع فرنسا بالنسبة لكثير من القراءات هناك من يقرأ بأنه خلاص الجزائر بدأت وضعت نفسها في القاطرة إذن لن تكون في حاجة إلى أي أزمة مع فرنسا ولا هي في حاجة إلى مثل هذه الصراعات وهذه الخلافات هناك من يقول غير ذلك أيضا يقرأ يقول بأنه الجزائر لا يمكنها أن تذهب بعيدا بسبب الكثير من الملفات وفرنسا دولة كبرى والعلاقات متينة وهناك اتفاقيات كثيرة وأمنية وعسكرية واقتصادية وديبلوماسية وسياسية وما إلى ذلك أيضا أن هناك من يتحدث على أن فرنسا لديها لوبهات خطيرة في الجزائر وأن هذه اللوبهات قد تحركها وستتسبب المتاعب للرئيس تبول لذلك الرئيس تبول يريد يتكسب ود فرنسا حتى ينتهي من هذه الملفات الكثير من القراءات والقراءات الممكنة ولكن الملاحظ أنه من المفروض وزير خارجية فرنسا لا يتحدث عن قضية الدستور ولا على قضية شأن داخل جزائري عندما يقول يقدم هذه التزكية الغير مباشرة وغير معلنة واضح أن فرنسا تبارك هذا الدستور وتبارك خيارات الرئيس تبول بل تحدث أيضا حتى تحدث على كثير من الملفات قال بأن الجزائر الشريك الأول الشريك من الدرجة الأولى تحدث عن ما سماها العلاقات الإنسانية المتعددة التي تجمعنا في حوض البحر الأبيض المتوسط تحدث عن الذاكرة من دون أي شيء واضح من خلال أن فرنسا يمكن أن تعتذر يوما على هذا الأمر أيضا ذكر أن الجزائر الشريك محوري فرنسا بالنسبة للملفات الإقلامية شريك محوري معناها أن فرنسا هذه اللغة أن كنت تكون شريك فيها شوي من الفوقية بأن فرنسا هي التي تمنح الشراكة لهذه الجزائر قد تقرأ هذه القراءة وقد تقرأ أيضا بأنهم في نفس المستوى وبينهم شراكة في ملفات إقليمية من المفروض أن الجزائر هي الأولى في الملف الليبي وليست فرنسا ولكن للأسف هذا الحال الذي وصلنا إليه أيضا تحدث في النسبة لليبي قال لا حل عسكري والحل السياسي تحته والحل السياسي يكون تحت مضلة الممتحدة وهو موقف الجزائر دور دول الجوار أيضا تحدث عن دور دول الجوار وأنها معنية وأن الجزائر هي المعنية الأول بمخاطر الناجمة عن أزمة ليبيا قال أيضا بأن مالي تؤيد تضم صوتها إلى الجزائر فيما يخص دعوة إلى تنفيذ اتفاق السلام الذي يعمل في الجزائر أيضا تحدث عن أمر التطرق أيضا بالنسبة للمواجهة ما سماهم الانفصاليين في أراضينا في الطراب الفرنسي مع الأراضي وأن هناك فرق ما بين التطرف والإسلام وما إلى ذلك من الكثير من النقاط التي تحدث عنها وزير الخارجي ولكن الذي يعنيني أن هذه الزيارة التي هي الثالثة من نوعها وهي الأطول من حيث مدتها الزمانية هي جاء فيها تزكية فرنسية مباشرة لهذا الدستور وهو الذي كنا نتحدث عنه مرارا وتكرارا على أن هذا الدستور هو دستور أنجز من طرف أحمد العرابة وفق ما يجب أن يكون لإرضاء الدول الغربية وفي مقدمة طبعا فرنسا وإرضاء الهيئات الأممية والمنظمات العالمية التي تطالب بكثير من الأمور تتعلق بالحرية الدينية والحرية العبادة قضية تعدد اللغة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور لذلك أنا أرى بأن هذا التدخل للأسف الشديد كان من المفروض أن وزير خارجية ما دخل وزير الخارجية أن يتحدث في شأن داخلي جاء هو وزير خارجية يتحدث فقط عن العلاقات العلاقات بين البلدين ولكن أن يبارك ما تقدم عليه الجزائر وهو ذكر احترام السيادة وأن الشعب الجزائري هو المعني هذا كل كلام فقط معسول كلام دبلوماسي فقط للتغطية على الأمر أن فرنسا باركت وتبارك تمرير هذا الدستور مما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن هناك إرادة لدى السلطة وبدعم من دوائر فرنسية لتمرير هذا الدستور والذي على ما يبدو من خلال المعطيات المتوفرة سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بعض المعطيات التي وصلنا إليها توحي بأن الكثير أو الأغلبية الجزائرية ترفض هذا الدستور لأسباب عديدة ليس لأنه كل دستور سوء هذا كلام غير موضوعي لكن أنه فيه ألغام حقيقية أن تكون قطرة سم في طعام لذيذ أو عسل كمية كبيرة من العسل سيتحول هذا العسل إلى سم أيضا وسيكون قاتل لذلك وجود مواد ملغومة في هذا الدستور قد تلغم الجزائر لذلك نحن عندما ندعو إلى رفض هذا الدستور فهذا لا يعني أن الدستور كل سيء أي بعض يكتب له أنت ترفض من أجل مادة أو مادة تين ترفض الدستور نعم من أجل مادة واحدة من أجل بند في مادة واحدة يكون هذا البند قد يشكل خطر على الأمن القومي الجزائر أو وحدتها الطرابية أو استقرارها يجب أن يرفض جميع كل ما في الدستور لأن القضية لم تطرح مادة مادة لو أن الجزائريين أطرحت بعض المواد تستطيع كل مادة ترفضها بنعم أم لا هذا شأن آخر ولكن الدستور عرض كاملا فأعتقد عندما يجيب واحد يجيب الكيلو عسل ويقول لك هاني وضعت فيه قطر سم ما رأيك هل تستطيع أن تأكله طبعا ترد كل ذلك العسل ترد كل ذلك العسل وتحمي نفسك هذا هو الواضع إذن أنا أرى بأن زيارة الوزير الخارجي الفرنسي إلى جزائر توحي إلى الملفات عميقة أزمات إقليمية كبيرة فرنسا حتى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مقبل على انتخابات رئيسية هي يحتاج إلى انتصارات خارجية من أجل أيضا إعادة الروح الشعبية إلى نفسه في فرنسا وخاصة أنه ثبت عليه وهناك تذمر شعبي من سياسته خاصة في مواجهة كورونا أيضا حاول ذلك في لبنان وقد فشل في لبنان الآن يريد أن يحقق أي إنجاز خاصة في المشهد الليبي لذلك يسارع إلى مباركة قضية الحل السياسي وليس الحل العسكري رغم أن فرنسا يوما ما هي التي قصفت ليبيا وهي التي قتلت القذافي وهي التي دعمت والتي دعمت ناس كانوا عندهم حتى تنظيمات إرهابية مدرجة في قوائم الإرهاب في ليبيا كل ذلك فقط من أجل إسقاط ليبيا ومن أجل السيطرة على ثرواتها ليبيا بعد ذلك أيضا إن حازت إلى طرف معين على حساب طرف آخر لم تكن فرنسا حيادية أبدا والآن تتكلم عن الحياد عبر بوابة الجزائر فهيا فارل لذلك فإن الرئيس الفرنسي يسابق الزمن من أجل تحقيق إنجاز قد يحقق له عهدة رئاسية ثانية في حكم فرنسا لذلك أنا شخصيا أرى بأن ما يحدث يحدث يعبر عن أن الجعرقات الجزائرية الفرنسية عادت إلى ما كانت عليه في عهد بوتفريقة وأن تلك الأزمات التي عرفتها بسبب تلك المواقف التي اتخذها القايد صالح قد رحلت ودفنت معه في القبر ولم يبقى الآن إلا على الجزائريين أن يقولوا لا أو نعم فإن قالوا نعم فإنهم سيقولون نعم لدستور باركته فرنسا وإن قالوا لا فإنهم بلا أدنى شك سيرفضون هذا الدستور فيه ألغام طبخت هنا في دوائر فرنسي هذا ما أردت أن أعلق به حول تصريحات وزير خارجية الفرنسي ومباركة فرنسا إلى التوجهات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية وكل شيء أي للرئيس تابون وأعتقد بأن هذا الأمر سيجبر الجزائريين على أن يتحمل مسؤولياتهم التاريخية في أول نوفمبر الذي أطلقت فيه بالأمس وفي ذات يوم من عام 1954 أول رصاصة للثورة ضد المحتل الفرنسي وهاهم الجزائريون يعودون هذه المرة لصناديق الاقتراع ترى ماذا سيقولون لفرنسا وماذا سيقولون لأبناء باريس الذين يريدون اجتثاث كل القيم التي تعلمناها في مدرسة ابن باريس شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله